يا أهلاً وسهلاً فيكم معنا بحلقة جديدة من برنامج خالة وأمل من قناة ستة البيت أوصلنا لآخر أيام الشهر الحضيل بلجت المكونات عندنا تقل والسفرة تقل والمصروف خف شوي فإحنا رح نعمل اليوم تلتة أنواع من تلتة أصناف من الأكل رح نعمل جاجة مطفية بالكزبرة والتوم رح أحمل البطاطا حرة ورح أعمل سلطة الكوسة المكونات زي ما أنتم شايفين كثير قليلة بس يعني فيه الأطباق رئيسية الجاج ونوعين مقبلات أول شي رح أعمله إني رح أجيب الجاجة زي ما هي يعني جاجة كاملة مش مقطعة بس مقسومة من النص رح أبلش أتبل فيها وبعدين أشويها رح أحتاج زي ما قلت لكم جاجة كاملة كزبرة وتومة وليمون هلأ هاي هي مكونات أساسية للجاجة المطفية بالتوم رح أبلش أول إشي أبهرها رح أحط عليها البهارات المناسبة اللي عشان تأخذ الطعم قبل ما نبدأ أن نشوي فيها أول إشي رح أعمله رح أحط زيت الزيتون مين جميع الأطراف رح أحط الملح رح أحط هيل أول ففل أسود رازم كليات ها نحط عليها بهارات عشان تطلع مبهرة منيح وطعمها مرتب هلأ رح أحط الهيل الهيل مع الجاج كتير زاكي بعطيها الطعم الحلو اللي بحنا بدنا إياه ورح أحط فلفل أحمر رح تطلع حية حارة كمان فوق ما هي حامضة بوزبرة بدومة ورح أحط شوي من القرفة والبهارات السبعة إيش ما عندك بهارات بتقدر تحط عليها أحط بودرة البصل وبودرة تومي آخر إيش رح أحط شوية خل ملأ بفرقها فيها كل ياتها رح أخذ شوي بس أغسي الإيدي عشان كلهم صاروا زيت ما رح أحرف أزحب إشي منهم رجع الفلفل مكانه الزيت والألفة رح أخذ شوي من الأعشاب العطرية موجودة عندك بيحان زعتر روزميري أي إشي عندك أعشاب تقدر تحطي تقدر تحط زعتر أخضر العادي اللي مناكله بس الناشف اللي لسه مش معمول مع السمسم ورح أخذ كمن واحدة من الأعشاب الخضرة بتعطيها الطعم بتعطيها لون حلو هلأ رح أدعك الجاجة كلها مع بعض من جو ومن بره عشان البهارات كلها تدخل بقلب الجاجة من الأطراف هلأ بتقدري كمان تحت الجلد تحطي هلأ رح أغسل إليك هاي مرة أحاول إني أخذيها شوي باستكينة علشان البهار يتحل جو الجاجة والجاجة تسكن جو لحمها ويتنكه بالبهارات اللي حطناها إذن أنا حطت على الجاجة ملح وفلفل أسود زيت زيتون خل، هيل، إرفة، بهارات عطرية وحطيت بودرة البصل وحطيت بودرة التوم وإرفة كمان حطيت وأنت اللي بتحبي تحطي كمان تزيد عليها بتقدر تزيد عليها أهم إشي تحطي عليها كمان اللي قلتلك يا زيت الزيتون والخل بطروا الجاج وبخليه يستوي أسرع هلأ رح أشغل تحت الشواي بتقدر تحطيها بالفرن بتقدر تحطيها فوق إذا ما عندك الشواي رح أخليها شوي تحمى رجح لدور مكان هون زي ما إنتوا شايفين المكونات كتير قليلة أكثر إشي استعملنا اليوم هو البهارات هلأ أنا رح أخزق شوي الجاجة زي ما قلتلكم بالسكينة عشان يدخل الطعم لجو الجاجة وتعطينا الطعم البنية إحنا هلأ هيك شوي الشواية تحمرت ما متحمرت تسخنت معنا رح نحط الجاجة فيها خليها هيك ترتاح علشان تستوي متنشوام جميع الأطراف ناخد الخلطة اللي عملناها ونحطها كمان فوقها عشان تنشوي فيها وتاخد النكهة اللي إحنا بدنا إياها بدها عن نار تقريبا نصف ساعة تنشوي معاك وتستوي فلازم أنت تعمليها قبل الفطور تكون لو أنت تبّلتي بفضل أنا أني كتب ليها قبليها بسعتين ثلاثة أربعة أي وقت بديك ياه كلما تبّلتيها أكتر وتركتها بالبتبيلة بتتشرب النكهات اللي حطناها معاها هلأ قبل الفطور بنصف ساعة ساعة تبلشي أنك تحضر أغراضها اللي تبلشي تشويها عشان تكون تسخنة معاك على موعد الإفطار هلأ رح نقيم هادول فلصنا منهم ورح نراقب الجاجة عشان ما تنحرق كل شوي منقلبها علشان تاخد جميع الأطراف اللون اللي بدنا إياه وتستويقوها مع بعض شايفين على السريع بلشت هاي هات الزيت حمي بلشي غلي رح نبلش نقلب فيها عشان ما تنحرق معانا رح ننور عليك أستاذ رح نضلنا إحنا هلأ ما رح نعمل إشي إلا نضلنا بس نراقب بالجاجة علشان زي ما قلت لكم تاخد اللون اللي بدنا إياه بدون ما تنحرق ريحة كتير حلوة بدها زي ما قلت لكم نصف ساعة تقدر تقدمي معاها بطاطا مقلية رح أعمل هلأ كمان نوع مقبلات بطاطا الحرة تطلع كمان معاها طيبة كتير متبى الحموص فتوش يعني زي ما قلت لكم آخر رمضان خلاص لواحد بكون الحمد لله رب العالمين كل الطبخات عملها وخلاص ذهق من الأكرى الدس فبيحاول إنه نجدد شوي نغير نخفف قبل العيد لأنه ما في بضلش معاكي وقت كتير يا دوبك تنزل ع السوق تسترق واعل للأولاد وتعملي كعك ومعمود تشايفين هاي ها عم زي ما قلت لكم رح نوطي تحتيها ما بدي الغاز يكون حامي كتير لأنه إذا كان سخر كتير الغاز تحتيها رح تنحرق وما تستو من جوه هيك إحنا رح نسعمل نعمل إشي تقدرت أعني كمان معاها البطاطا المهروسة حطي عليها مثلا إذا عملتي أربع حبات بطاطا مهروسة سلقتيها هرستيها وحطت عليها كاسة كريمة معلعتين زبدة مع عملو حوف الفل برضو تقدم جنبها بتكون وجبة كاملة هيك أخدنا إحنا كيفوهايدرات واخدنا بروتين أخدنا شويات بكون وجبة كاملة عندك تقدري كمان خيار تاني إنك تعملي خضار ستة يعني جيب كوسة جزار فصولية بروكلي كلهم مع بعض تصلقيهم شوي بعدين تقلبيهم بالزيت مع شوي تبهارات إيطالية وحطيها جنبها يعني في خيارات كثير تتقدم مع الجاج اللي تكون عندك وجبة كاملة زي ما حكتلك ما تحتاري بأمرك إش تقدمي معاها هلأ رح أرجع أنا أقلي بها كمان مرة هلأ رح تنزل ميتها كلها الجاجة رح تستوي في قلب المي اللي عم تنزل منها خلاص الجاجة حاسة هون بدها شوي تبهار رح أرجع أحط شوي تهيل وشوي تكلف الأسود بحب لون الجاج يكون ما يبين أبيض أبدا إذا بين بياض طبع الجاج بتحسي إنه مش مستوي حتى لو كان مستوي من جوة فالبهارات هي اللي بتعطيكي هذا اللون الحلو بعد رح أحط عليها شفية زيت زيتون كمان رح يعطيها نكهة وتراوي نكهناها كثير منيح خليني أتركها هلأ أنا أغطيها وأتركها شوي لأني جننتها قد ما حركتها مشكلة فيش إشي أضبه اليوم المخادر كتير قليلة أنا بالعادي آخر رمضان خلاص بكون أهلكت من الطبايف من العزايم فبحاول آخر رمضان حتى نأكل حمو صفول آخر أيام عن جد كان واحد يأكل حمو صفول قد ما هو خلاص الحمد لله رب العالمين طبخنا كل إشي ممكن ينطبخ العزايم الناس سهرات رمضان إلو أجباء أو الواحد بحزن آخر أيام رمضان إنه خلاص رح يفارقنا هذا الشهر الكريم خلينا نطلع فاصل ونرجع نشوف الجاجة إيش صار فيها